وقتلنا نحكيه على حماية البلاد من المؤسسة العسكرية زادا يزامنا نحكيه على المؤسسة الأمنية اللي انخرطت تقريبا فعليا في حماية هذا المنقلب عبر قمع المتظاهرين والمحتاجين كما نساري وما نبقى الجامع بمثال هو فيما زو السلوكيات متاع الأمنين أمني كيبدأ في نطاق دورية وفي نطاق تعامل مع مواطنة ويصير إشكال والأمني يجاوز خدوده هنا الأمني هو تحمس وليه فيما يتعلق بالتعليمات العامة في التظاهرات وإذا كان فيما عنف من المؤسسة المالية اللي يتحمل الأساس والولاني هو جهاز يسير يعني هو أعطاء تعليمات دوق مش يستعملوا قوة معينة والجهات الأمنية وجهات الحبل السلح هي في النهاية تبق تعليمات يبقى فيما جانب من الهفوات يجب يتحملها وحده كما في الجانب تاع الشخص المرحوم اللي توفع لا يرحمه معنى إذا كان يتبين وأنه وفاته حقيقةً مئتين في المئة هو صارت معنى من جراء اعتداء أمني ها صارت هذه الأمن يتحسب لكن في المطلق إن جي تقول لي استعملت ضد المياه استعملت ضد الكاس استعملت ضد معنى الآليات نتعال عصاها ولا غيره هذه كانت تعليمات يتحملها لكن استجابة تعليمات سياسية مخالفة للقانون بهذا الشكل وبهذا العنف يعني تقريباً الشيء اللي شوفناها البعض الجانب ما شوفنا شيء في العشية الأخيرة يتحملها معاها المسؤول الأمني اللي هو بلغ تعليمات تنسيش أنت طوى إحنا المشتوى وزير مش واحده هو الوزير مش يكلم العواني هو يكلم المدير النعمين المدير النعمين يعني بتعليمات سياسية يوظفوها يعني يردوها تعليمات أمنية ويعديوها هو زاد مسؤول إذا كان عدا تعليمات بالاعتداء على المظاهرين بيدون فما يوجب بيدون موجب يعني أنا أنا ماشي أنتي ما تحبش تحبنيش نادي سكر سكر علي أخوي أعمل كما في البلدان اللي هي معنا تحت رم شعوبها أحط كراب وسكر الطريق أعمل حاجز سكر ومعنا أنا ببيعتي ما نتعداش أما أنا جاي للظهر معناها سلمين وانتي تعدى عليها ما بصراحة هل يتحملوا المسؤولين الأمنين السامين هم عدا وتعليماتها ضيئة ويتحمل هلو زيد وهنا يلزم ما أنا ميبقاش على مستوى الحديث يلزم المتابعة عدلية لناس هادومة وين شكاية أنا ما عاشش شو ما صار فيها بالضبط يلزم ما أنا تتطبع عدل الناس هادومة ويزم ما أنا هالموضوع ما يتعودش كي ما صار في 2011 في 2011 لماذا؟ مع الأسف فهم مبارشة غضب على الجيات اللي حكمه بما في ذلك عن هذا لأنهم كانوا متسامحين مع الناس اللي كانوا يحكموا في السابق اليوم أنا يزم الموضوع بتاع تسامح منع يقف ويزم محاسبة الناس هادومة نعم نجي سيد العميد للسؤال الأخير تعرف أنه البلاد تعيش على وقع عديد الأزمات الاجتماعية اقتصادية مالية سياسية اليوم شنون الحلول المقترحة شنون الحلول اللي تراها نبطيه للخروج من هذه الأزمة فما عنده حلول عملة صعبة انت ما تنسيش ان قبيل قتلك بوتين اخر مرة عمال تصريح قال اللي بشي تحكم في العالم هراه اللي هو عنده الذكال استناعي يش تحكم في الذكال استناعي اليوم احنا نتبرقى له ولادنا مناعي في المجال هذه ما شاء الله عنا عشرات الاف مناعي متفوقين تفوق كبير انت ما تنسيش ولاد المتحدة الامريكية والصين واحدة عملت في السوسة واحدة عملت في تونس عملت مراكس انتها توازب شي ويصنعوا ويخلقوا التطبيقات انت عاش كان سمعت بالبيتريز ولا البيتريز اديها واحد معنا ناشط تونسي مش من جانبه السياسي مش من جانبه التقنية عطل منظومة الحديدية القبة الحديدية متاع اسرائيل اللي هي تخدم بالاقمار السناعيه الوحيد في العالم يتخل وعطلها الشخصة داي نفس الشخص من مدينة تونس عطل منظومة فيسبوك وستجرام وميسنجر وواتساب مدة ستة ساعات معنا عنا عنا ادمغة ما شاء الله في الجنرسيون اللي طالعها معنا حاجة متاسة برشة في الانتنية معنا احنا يجبنا نعطيه الامكانية بتاع الناس هدومة بالشيخ القيوبة ما خليهم يخدمون بكيفاش نحبسه نوقفه ولا الرخص الرخص هذه اللي امتعبتنا معناها ما عندكش فكرة شنون يعمله على فكرة عنا 40 سنة احنا في تونس معنا عايشين معناها قلق كبير فما فروقات اجتماعية فروقات معناها اجتماعية بناها جاهوية هذا يقلقتنا لكن اللي قلقنا اكثر اللي حكمه مدة 40 سنة معناها خاصة قبل الثورة حتى بعد الثورة الناس هم اداريين موظفين اداريين الموظف اداري على فكرة هو تلقاه عنده حدود معنا يتعلم اللي عنده حدود دايرة بيه ما يتجاوزهاش تلميذ نجيب على خلاف السياسي اللي هو يجي يعمل لك حاجة اني انتي ما توقعهاش تنجب تكون بها تنجب تكون خائبة فانتين برقيب الله يرحمه معناها التغييرات اللي عملها على المجتمع والحريات اللي اعتاه لأسرة وحتى للمرأة سوا نتحبه ولا ما تحبهاش لو كان مناها هو من نوع الموظف هو اللي معاه يدارين بيه فروق ما صارش تغييرات هذيك اليوم بعد وهو من المبتربعين سناح حكمتنا ناس هم موظفين اللي احنا نسميهم تكنوكراكت التكنوكراكت يجي عنده قوانين عنده كذا ما يخرجش عليها واحنا في حاجة الناس بيش تبدع بيش تخلق بيش تخلق الناس اللي مشات للبرة الخارج وطلعت على العالم كذا هذيك هي كبابل بيش بيش تبدل بيش تبدل الامور في بلادنا